السلام عليكم روبرتو كيوساكي الأسواق قد تشهد انهياراً هو الأكبر في التاريخ جدد الخبير الاقتصادي روبرتو كيوساكي تحذيره حيال الأسواق المالية العالمية متوقعاً أن تشهد انهياراً كبيراً قد يكون الأكبر في التاريخ على الإطلاق لكنه قال إننا هذا الانهيار قد يكون فرصةً للمستعدين بأم يصبح ثرياء بفضله وقال كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير والذي أصبح أحد أشهر محللي الاقتصاد في العالم إنه يشعر بالقلق إزاء السياسات الاقتصادية التي ينتهجها المسؤولون الأمريكيون حالياً وحذر في منشور جديد عبر حسابه على شبكة أكس اطلعت عليه العربية بيزنس من هبوط مفاجئ قد يكون أكبر انهيار للسوق في التاريخ مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين ينتهجون سياسات اقتصادية مقلقة وأضاف أنه يعتقد بأنهم ليسوا على مستوى المهمة للتعامل مع الأزمة الوشيكة لكن كيوساكي أكد أنه من الممكن أن يكون الانهيار المقبل في الأسواق فرصةً للثراء وقال إن الانهيار والكساد المحتمل سيجعلاني وأولئك الذين يستعدون أغنياء للغاية وأضاف معظم الناس كسال للغاية بحيث لا يستعدون ويأملون أن ينقذهم المهرجون الثلاثة الذين يديرون أمريكا وقال كيوساكي إن المهرجين الثلاثة الذين يقصدهم هم نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس ووزيرة الخزانة جانيت يالين ورئيس البنك المركزي جيروم بأول وأشار كيوساكي إلى أنه سقط ثلاث مرات في مروحيته الحربية في فتنام وكان نجاحه في كل مرة يعتمد على استعداده والطاقم وتابع كان الاستعداد المناسب هو السبب الوحيد الذي جعلني وطاقمي نعود إلى الوطن أحياء دون إصابات وذلك في إشارة إلى أن الاستعداد للهبوط الاقتصادي القادم وانهيار الأسواق هو الوسيلة الوحيدة للنجاح وانتهى الخبير الاقتصادي إلى القول اعتنوا بأنفسكم أوقات مثيرة تنتظرنا يمكن أن يكون الاستضام أمرا جيدا إذا كنت مستعدا وذلك في إشارة إلى أن الهبوط القادم سيخلق فرصا جديدة أمام الكثير من المستثمرين لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر